مرحبا حسن فوز مرحبا حسن موريس مرحبا موريس قطعنا بحلقاتنا السابقة السواء حكينا عن لبنان حكينا عن العملات عن نفط الذهب المعادن اليوم سوف نخص هذه الحلقة للعمل الشاغل بالعالم اللي هي العملات الرقمية العملات المشفرة كريبتو كارتزيز بيتكوين كل أنواع هذه العملات السلطات الصينية تقول أنه أصبحت هذه العملات استثمارات قد تكون بديلة البنك بيكتر المركز يسعى لإصدار عملته الرقمية وكأنه بلش ينخلق عالمي لهذه العملات قديش صار أمر واقع يجب التكيف معه ومستقبل العملات هو بعالم العملات الافتراضية بطبيعة الحال هذا السوق اليوم بعده من منظم اليوم أي إنسان في يطرح عملته الرقمية ويطرحها بالأسواق ونعرف كيف كان هناك مشكلة تتعلق بموضوع التمويل أبوهاي ومتبيد أموال وتهريب أموال طبعا لما ما يكون فيه ريجوليتر لما ما يكون فيه ريجوليتر شي طبيعي جدا أنه أنت اليوم يكون فلتان القصة شوية يعني اليوم أنت ما فيك تعمل كثير تعرف مين عم يشتري البيتكوين كيف نشرع هذا البيتكوين كيف تتحول من هذا الشخص أصلا اليوم ما بنعرف هوية الشخص تخترع هذه العملية نعرفه بالاسم بطلع نعرفه بالاسم المستعار واسم الفينة واللي بطبيعة الحال أكيد منه حقيقية اليوم المستقبل ليس للبيتكوين اليوم المستقبل إلى العملة الرقمية العملة الرقمية اليوم أنا بشوف هالعملات رح تكون موجودة بالدول اليوم ممكن نشوف في أمريكا فتكوين يمكن نشوف يورو كوين يمكن نشوف وصار أمر واقع يعني خلينا نقول أنه لما الرئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جون باول بيقول أنه مصبوط بتشكل بنوع من المضاربات ولكن فيه اعتراف فيها لهذه العملة خلينا نكتر من هيك فيه شركات اليوم بلشت تتفكر مثل تسلا اللي استثمر جزء كبير ولكن الأهم أنه تتجه إلى إنشاء عملتها الرقمية الخاصة فيها هذا الشيء ممكن يدفع غير شركيات كبيرة من عندها كمانا فأين مستقبل؟ اليوم موريس كتير مهم نتطلع بموضوع الكوينز بشكل موضوعي اليوم كريبتو كورنسيز هن كتير شيء حلو تستعمله لتعمل مصاري لأنه قمية البومبنج اللي عم بتصير بقلب هالماركت هي كتير كبيرة بس حيا اللحظة يعني أنت اليوم كاستشاري شخص مطلع أو شخص كمانا بيعطي رأي بهذا الموضوع واستشارته قديش فيه ضوابط يعني أنا بجين كتير اتصالات من شباب أنه بدنا نفوت بعالم البيتكوين بنفوت بعالم ديجة الكورنسي بس أنه ما عندهم أي اطلاع لا على الأسواء ولا على كيف التداول ولا 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 أنا 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 ما بنصح بالاستثمار بالبيتكوين كبيتكوين بس أنا بنصح بالنظر إنه سبعة وخمسين وثمين وخمسين ألف مستوئيات اليوم أصلا صعب لكل العالم تستثمر فيه أنا بشوف أنه يمكن أحسن ننظر للعملات البديلة الثانية يعني فيه كتير عملات إلى مستقبل فيه تكنولوجيا وراها كتير مهمة ممكن تكون شركات كتير كبيرة لقدام مثل إثيريوم مثل كارادانو مثل ريبل أنا بشوف هايدي العملات البديلة إلى كتير دور كبير بالمستقبل وبيشك عملات حالات فردية مثل دوجي كوين اللي هي ما معروف أصلا شو هي وبلشت ككذبة وسعرها عني طلع لأنه اليوم اللي عم بصير نرجع على موضوع دوجي كوين خلول رمطوها بالحيوانية يعني بالكلب دوغ كوين لا 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 كتير دوغ كوين كتير دوغ كوين وين صارت؟ حطارت حطارت عملت مخيف ليه لأنه اليوم اللي عم بصير ببساطة خطوا التحفيز اللي عم بصير بأميركا اليوم للفيقات العمرية الصغيرة عم بيروح كله وين بالكريبتو لأنه الفيقات العمرية ما هتروح تشتري دهب ما هتروح تشتري فضة ما هتروح تشتري أسهم تبقديش سيف يعني It's not safe يعني Not regulated بعضو ما في تنظيمية معينة يعني طبعا It's not safe لأن أول شي منهم منظم العمل اليوم ما بتعرف هيدا شو المستقبل تبعه متل ما الفلكتشويشن تبعه بالأبريشيشن بالسعر بيكون ملحوظ ديبريشيشن عم بيكون كمان ملحوظ يعني اليوم من يومين صار فيه كراش كتير كبير بالسوق صدنلي في ناس كتير خسرية مصاري شتريت وين كيف بتشوف هذه الفلكتشويشن رح عطيك مثل شفنا بيتكوين وصلنا ل 6400 خمس ستياف رجعنا شفنا كراش بويكند يعني مثل اربعة ايام وعينا على 56 أف يعني الاخسارة كتير كبيرة والفلكتويشن كتير كبيرة وخاصة انه ما منفهم ما منفهم العاوامة الاساسية اللي عم تخلي تصير هالفلكتويشن تصريح من إيلان ماسك كلمة من جانت إيلان صارت طبعا عدم موجود ينظم عملية التداول بيخلق هالفلكتشويشن الكبيرة لانه اي احدا بيقدر يفوت على السوق من دون حسيب ولا رقيب يقدر يعمل بومب لأي عملة معينة وضمب لأي عملة معينة بالكريبتو كورنسي عم نحكيه اليوم اذا ما فيه عم يحمي المستثمر بطريقة إدارة موضوع استثمارات بهذه العملات ليشوف الانفير براكتسيس اللي ممكن تخلق بالسوق يعني الماني لوندرين الماني لوندري حتى الماني فوليشن في ماركتس طريقة الشارعات كيف تصبح المداربات اللي بتصير اليوم طبعا تعرف مثلا مثل السوق الأمريكاني اليوم العام يعمل كتير كونترول هذه المواضيع هوني الأصهم تتذكر لي صار من 4-5 شهر الى الوراء واتهموا المداربات اللي صارت بألاسوي على بعض الأسهم أعرفنا بعض الأسهم عبر الدجتال كريبتو كارتز أو الكريبتو كارتز حتى حتى بأخر بسعر ستوك اسمه GameStop فتح وتحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي حتى تبحثتdogs في الحياة الفاتل بريزوف بس حتى بسعر Till Como اليوم وكون الإ misunderstand بأسواق الأمريكيه ستخبرنا وأحتي ا وكل شركة حتى سمعت خبرية من فترة في بعض المستثمرين في لبنين بالقطاع الاعقاري اللي بلش عنده البنايات ببيروت العملية الأجار فيها تتم بس عبر البعده بس بحين عم بس هين نضحك بس نشوفها ولكن هايدي بديق هايدي هايدي اتصاين فرم سمويرا اتصاين انا بشوفها انا بقال لك ليه اليوم بعدك الكروس رفرنس تبعك هو الدولار يعني هو اليوم لما عم يقبل ياخد منه بيتكوين عم بسعار البيتكوين يعني سيبنا بقى عملة بديلة رح بتكون عملة اضافية مئة بالمئة هي ما فيها تكون عملة بديلة اليوم الدولار راح دال موجود الدولار راح دال موجود انا برأيي بالنتيجة اليوم ولا دولة بالعالم بتقبل انه بكرا يصير فيه currency to replace القوة الضربة بالعالم اللي هي الدول الكبيرة بالعالم مافي شك انه هني بدون يواقبوا هيدا التطور بدون يفوتوا البلوكشين تكنولوجي بدون يعملوا ديجتال كورنسيز بس بده تكون منظم منهم وبطريقة الاحوال في تعدية فرد انت عليهم؟ يعني بمحال معادة انجابروا يتكيفوا معها بطل يقدروا يوقفوها انا انا حتى برأيي مش انجابروا انا برأيي هني اليوم بيشوفو اليوم تعرف كتير فيه policies بالعالم لمنع تبيض الاموال ولمنع تبيض الاموال ولمنع تبيض الارهاب وهي دولة عوامل كتير مهمة للدول التي تعملها اليوم اذا انت نظمت سوق الديجتال والديجتال كورنسيز انت رح تخلق لحالك الفرصة انه بتقدر تسيطر اكتر على العمليات المشبوهة بالعالم وبهذا الموضوع بتقدر تحمي حالك اكتر من عمليات الارهابية من عمليات تبريد الاموال لابنعرف كتير عمليات صارت اهلو مولي تعابر كمانا اول ما بلشت فكرة بالعاملات الافتراضية ولكن دعونا اخذ منها نصيحة للأشخاص الذين يقولون اماتور الذين هم نصحة باختصاص وما عندهم الخبرة اليوم بالتداول او بالاستثمار في الاسواء وحتى بالعاملات الافتراضية الحماسة الموجودة عند الشباب اليوم وعند الاشخاص اوات بيقدر يخليون يروحوا باستثمارات اليوم بعبر منصات منا مضمونة عبر منصات منا سيكيور وبالتالي بليلة بيروحوا المسرية مزبوط اليوم اكتر منصة يعني هي سيف خلينا نقول وعنده مرتب بسنجابور هي مثل باينانس وعندهم بامريكا دي او كريدبل فيك تفتح معه لانه طبيعة الاحوال انت عم تفتح مع اكسشينج مرتب الكريبتول الي مانا موجودة على هذا الاكسشينج معناتها اتس نوت فايبل لدرجة انه باينانس ينزلها اليوم نازم نتبه كتير وهنا من استثمر والشيخ الثاني يجب انتبه لانه الكريبتو كارنسي كريبتو كارنسي اذا كنت تريد 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 مش الكل بس في كتير من هالمنصات بدأت اتجاه هذا الاتجاه ما في مهرب من هيدا الموضوع لانه بالنتيجة الرجوليات الرح يلحقهم كلهم اليوم اذا هاي المنصات كلها ما بتتوجه لتتنظم انا برأيي ما الا روم لتتطور اكتر من هيك ما الا روم لتضل عايشة اليوم الشي الطبيعي بيقول انه نحنا لازم نفوت بالرجوليشن كمان انت اذا هذا السوق بدو يصير مستقبل اذا لا يصير مستقبل لازم يتنظم اذا ما تنظم ما بتصور الى مستقبل العام 2021 خلينا نقول بدايته يعني بعالم الملات الافتراضية كان قرار تسلا بالاستثمار بيتكوين واللي عمل كتير كبير واللي غير نظرة المالتيناشنال وغير نظرة الشركات الكبيرة لمستقبل الاستثمار بهالنوع من العملات كيف بتشوف قرار تسلا قرار تسلا سيمبلي انه شافوا فرصة اليوم بسوق البيتكوين هو منه منه منظم من خلال الانستيوشن الانباسترز هو كله عبارة عن انباسترز فردية لما دخل تسلا ساعد بهذا البمب السعر وعمل اوبرتونيتي لهم المصارل سوف نرى غير تسلا اكيد هناك قرار تسلا سيطروا على هذا السعر اكثر لانه الكمية الاكبر من الانباسترز موجودة هنه ريتيل انباسترز يعني معناتها بتقدر انت اليوم كمؤسسات كبيرة تمنبوليات البرايس متل ما بدك وتعمل ارباح خيالية ورح نشوف هي شركات رح بتصير عندها هي عملتها كبير طبعا يعني المصير للضحك هانه انه تسلا عملت من عملية البدقة ومصارية اكثر ما عملت كل السن بيانتاج سيارات ويشركة سيارات اخر نصيح على الاشخاص اللي بدو نفوتوا بعالم العملية الرقمية لازم يعملوا استثمارات بسيطة على نسبة اردلي حتى تنويعة اكيد تنويعة بكزا عملة افتراضية بس مايتوقعوا انه اكيد رح تربح ممكن كثير يعملوا كراش عبر منصات ايمينة طبعا مثل بايننس كوين بايس كوين بايس اظن ما تفتح للنسل بشار الأوسط بس للنسل بامريكا نحنا يمكن بشار الأوسط عنا اكتر شي بايننس بيفتحه لنا حسابات لازم يتوجه لمنصات ايمين وينتمهوا مع مين يشتغلوا وينتمهوا من الحكي كثير اللي بصير على السوشال ميديا نفوتوا بهالعملة وفوتوا بهالعملة وفوتوا بهالعملة دووا يرون ريسيرج بشكل صحيح لانه في كتير اخبار متضاربة بهذا العالم لانه عالم منه منظم لاللبناني اليوم اللي عم بيقول انه بالهزمة اللي عنا ايها نحنا وإلا ما هنالك وبالبلد في كتير عم يسألوا انه معنا هالفراش دولار هيته روح فوت فيه مو بالاسواء طبعا لا شو النصيحة لازم دايما اصلا اللو الاساسي بالإنبسمنت انك انت تنوع استثماراتك اليوم اذا عندك عشرة تلاف دولار هاي العشرة تلاف دولار 10% بنحط بس بالكريبتو كالنسي البقاية لازم تتنوع باستثمارات تانية كسبيل الميسال يعني لانه اليوم منه من الوعي انك انت تحط كل البيانات بنفس السلة مية بمية خصوصا بيسلي هالقدي فولاتايل وهالقدي فلاكتشويتنج بشكل كتير كبير يعني صعود اسعاره ونزول اسعاره ببرسنتج بوينت كتير عالي هيدا الشي الانبستر العادي هو مئزي فمنه سبيل للاستثمار الصحي انا بدأت شكرك شكرا لك حسن فواز تانكي موريس شكرا لك الى الايخرا باي باي